أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سال يقول حكم الإيجار المنتهي بالتمليك للسيارات مع الوعد بالتمليك في نهاية العقد هذا حرام وصدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء من زمان ولما صدر احتاله وقالوا لا ما هو بيع إيجار منتهي بالتمليك مع الوعد الله وعد بدل البيع الله وعد بالتمليك هذا احتيال ولا يجوز هذا لأن هذا بيع مجهول ما يدرى واشتأول السلعة إليه بعدين بعدين البيع ما يكون معلق لا بد يكون منجز ما تقول إن جاء شهر كذا أو فلان فنبايع عليك البيت لا ما يجوز هذا تبيعه عليه في الحال ولا تترك العقد هذا نعم